بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نكمل ما أخذناه في الدرس السابق عندما تحدثنا عن مرحلة التأسيس المملكة العربية السعودية أبناء وبنات الطلاب درسنا هو من الوحدة الخامسة التاريخ الوطني المملكة العربية السعودية الدرس التاسع والعشرون المملكة العربية السعودية التأسيس بجزئه الثاني أبناء وبنات الطلاب في الدرس السابق تعرفتوا أنا وأنتم عندما أوفع النهاية الدولة السعودية الثانية التي كانت في عام 1309 بعد معركة إحريملة إذن بعد معركة إحريملة التي دارت بين الإمام عبد الرحمن بن فيصل وابن رشيد وحدث ما حدث حينما رحل الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلى أحسنتم إلى الكويت انتقل ومعه الملك عبد العزيز الذي كان يتطلع ووضع نصب أعيونه إعادة تأسيس أحسنتم الدولة السعودية الثالثة من ذلك أو من هذا الهدف الذي وضعه الملك عبد العزيز رحمه الله كانت هناك محاولات لاستعادة واسترداد الرياض إذن هناك محاولات لاسترداد الرياض كم عدد المحاولات التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله لاستعادة واسترداد الرياض هل هي محاولة واحدة أو أكثر من محاولة ابناء وبنات الطلاب هل هي أكثر من أحسنتم هي أكثر من محاولة كانت للملك عبد العزيز محاولتين أو محاولتين قام بها لاستعادة الرياض المحاولة الأولى هي كالتالي أنا وأنتم نستذكر ما أخذناه لأن المواضيع ابناء وبنات الطلاب مرتبطة مع بعض هالبعض كان الملك عبد العزيز رحمه الله يترقب ويستمع لأخبار الرياض وأخبار القادمين منها حيث كان يتحدث إلى من يأتي من هناك يتحدث إلى من يأتي من هناك ليتعرفها على الأوضاع وعلى ما يحدث في الرياض ما جورها المحاولة الأولى كانت في عام أحسنتم في عام ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثمانية عشر من الهجرة هي المحاولة الأولى لاسترداد الرياض كيف بدأت هذه المحاولة؟ أحسنتم أبنائي علم الملك عبد العزيز بحملة الشيخ مبارك الصبح ممتازين أحسنتم على أبن رشيد هذه الحملة كانت في موقع ممتازين في موقع الصريث بالقصيم كما ذكرت لكم في عام ألف وثلاثمائة وثمانطعش خرج الملك عبد العزيز حيث رآها فرصة لكي يذهب إلى الرياض سار الملك عبد العزيز رحمه الله إلى أن وصل إلى الشوكي استأذن والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل كان الإمام عبد الرحمن بن فيصل مع حملة الشيخ مبارك انفصل الملك عبد العزيز بعدد من رجاله واتجه إلى الرياض أبناء وبنات الطلاب وصل الملك عبد العزيز إلى الرياض وحاصر المصمك في محاولته الأولى ولكن هذه المحاولة لم تتم لماذا؟ لماذا المحاولة الأولى للملك عبد العزيز رحمه الله لم تتم ولم يكن من خلالها استرداد واستعادة للرياض أحسنتم أحسنتم لأنه علم أن الشيخ مبارك الصباح انهزم في معركة الصريف أمام أبن رشيد فك الإمام عبد العزيز والملك عبد العزيز رحمه الله وعاد مرة أخرى وعاد مرة أخرى إلى الكويت عاد مرة أخرى إلى الكويت إذن هذه هي المحاولة الأولى المحاولة الأولى بدأت عندما خرج الشيخ مبارك الصباح ممتازين توجها متوجها إلى الصريف لكي يقابل أبو الرشيد حيث استأذن والده خرج معهم الإمام عبد الرحمن بن فيصل وكان الملك عبد العزيز عندما وصلوا إلى موقع الشوكي انفصل ببعض من رجاله واتجهوا إلى الرياض فلما وصل الرياض حاصر المصمك ولكن هذه المحاولة لم تتم لأن الملك عبد العزيز رحمه الله علمه بهزيمة الشيخ مبارك فعاد مرة أخرى إلى الكويت وهذه هي المحاولة الأولى وبعدها بعام أحسنتم أحسنتم قام الملك عبد العزيز بمحاولة ثانية إذن المحاولة الأولى في عام كم أحسنتم في عام ألف وثلاثمائة ممتازين وثمانطعش المحاولة الثانية بعدها بعام أي ألف وثلاثمائة وتسعة عشر من الهجرة إذن في عام ألف وثلاثمائة وتسعة عشر كانت هي أو كان هو تاريخ استرداد الرياض لم يمضي عام على المحاولة الأولى حتى تهيئ الملك عبد العزيز واستعد مرة أخرى لعادة تأسيس الدولة السعودية بمرحلتها الثالثة في البداية استأذن والده للخروج لاسترداد الرياض استأذن ذهب إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل واستأذنه بالخروج إلى الرياض فوافق الإمام عبد الرحمن رحمه الله بعد تردد لأنه يعلم أن هذه المحاولة أو أن هذه أو أن ما يقوم به الملك المؤسس هي محاولة جسورة ولكن الملك عبد العزيز بذكائه وحكمته وشجاعته خرج مع أربعين شخصاً من أسرته ورجاله مقدمتهم الأمير محمد بن عبد الرحمن أخ الملك عبد العزيز وابن عمه الأمير عبد الله بن جلوي سار بهم في الصحراء مخترقاً الصمان والدهناء لأنه قادم من أين؟ ممتازي من الكويت اخترق الصحراء الصمان الدهناء وهو في مسيره زاد عدد قواته إلى أن وصل إلى ألف رجل نلاحظ العدد وهو في مسيره وصل إلى ألف رجل من القبائل بعد ذلك أخذ يشن الغارات على عدم بقصد زيادة أتباعه ليدخل الرياض الحاميات العثمانية وهذه القوات المعتدية قامت وتدخلت حيث منعت ممتازين بضغط من أبو الرشيد التموين أو وقف التموين عن القبائل لكي تمنعها من الانضمام إلى الملك عبد العزيز هذا هو أبناء سلوب ضغط قامت به هذه القوات العثمانية أو الحامي العثمانية الموجودة بعمل أو بتنفيذ من أبو الرشيد الهدف من ذلك لكي لا تجتمع ولا تقوم القبائل بمساعدة الملك عبد العزيز فتفرق وابتعد الناس عن الملك عبد العزيز وهو في طريقه إلى الرياضة هل أثنى ومنع الملك عبد العزيز أبناء وابناة الطلاب هذا الضغط وهذا الأسلوب الذي انتهجته هذه القوات العثمانية والحامي العثمانية بعمل أبو الرشيد من مسيره إلى الرياض لم يثنه هذا العمل بل قام بماذا؟ أحسنتم قرر تغيير استراتيجيته رحمه الله ماذا فعل رحمه الله عندما غير استراتيجيته في المسير إلى الرياض أحسنتم قبل ذلك كان يسير الملك عبد العزيز في وضح النهار ولكن بعدما حدث ذلك قام بتغيير خطته بتغيير استراتيجيته حيث قام إلى مرحلة سرية لكي يضمن أن يصل إلى الرياض اختبأ مع بعض رجاله أو مع رجاله المقربين الذين بقوا معه وعددهم ثلاثا وستين رجل نلاحظ أن الملك عبد العزيز وثلاثا وستين رجلا فقط اختبأوا في رمال الجافورة وهذه منطقتهم على أطراف الربع الخالي بقوا واستقروا وجلسوا وبدأوا يراقبون الوضع لمدة شهرين أبناء وبناء طلب بعدها تحرك الملك عبد العزيز إلى الرياض وكان يسير ليلا ويقف نهارا أي لا يتحرك في فترة النهار لكي لا يتم رصده ومشاهدته هذا أندل على شيء يدل على ذكائه رحمه الله كان يسير في الليل ويقف في النهار إلى أن وصل إلى الضل شقيب الذي وضع فيه ركائبه أي جماله وما معه من مؤن وجعله عند ركائبه أبناء وابناء الطلاب عددا من رجاله وعددهم ثلاثا وعشرين رجلا تحرك الملك عبد العزيز متجه إلى الرياض حتى دخل أسوار الرياض في مزرعة داخل السور وترك فيها أخاه الإمام أو الأمير عبد محمد بن عبد الرحمن وعدد من رجاله ثلاثا وثلاثين رجلا ودخل الملك عبد العزيز وتوغل داخل الرياض إلى أن وصل مع ستة من رجاله إلى بيت عجلان حاكم الرياض المتواجد في قصر أو في حسن المصمك الذي كان ينام فيه كان ينام ولا يخرج ليلا وفي فترة النهار يخرج بقي الملك عبد العزيز مترصدا لعجلان إلى أن استدعى أخاه الإمام الأمير محمد ورجاله وانضموا معه لكي ينفذ ما قام بتخطيطه رحمه الله حيث قام رحمه الله بعد صلاة الفجر عندما خرج عجلان من القصر هجم عليه الملك عبد العزيز هو ورجاله ودارت معركة المصمك المشهورة هذا ما وقفنا عليه أبناء وابناء الطلاب في الدرس السابق حاول عجلان العودة إلى القصر وإغلاق القصر لكي ينجو من الملك عبد العزيز ورجاله إذن عندما شاهد الملك عبد العزيز ومن معه من رجال قد باغتوه بعد الفجر حاول أن يعود مرة أخرى إلى الحصن ويتحصن ويقفل الباب ولكن هذه المحاولة لم تنجح إذن حاول عجلان العودة إلى القصر وإغلاقه للنجاة لكن الملك عبد العزيز رحمه الله بشجاعته وقوته وحنكته صارعه ليمنعه وأمسك به لكنه تخلص وتمكن الإمام والأمير عبد الله بالجلوي من اللحاق بعجلان داخل القصر وقضى عليه أبناء وابنة الطلاب نلاحظ البداية عندما تحرك الملك عبد العزيز هو ستة من رجاله وأبقى أخاه الإمام الأمير محمد عند مزرعة داخل السواق الأسوار الرياض كان الملك عبد العزيز يراقب حصن المصمك وقصر المصمك ويراقب خروج عجلان أحسنت مدخول بعد صلاة الفجر أو بعد الفجر عندما خرج عجلان كعادته باغته الملك عبد العزيز وأمسك به طبعا العجلان حاول عندما شاهد الملك عبد العزيز ورجاله الدخول لكن الملك عبد العزيز باغته ومسك به لكنه استطاع أن يدخل ولحق به الأمير عبد الله بن جلوي إلى داخل القصر واستطاع أن يتمكن منه ويقضي عليه ثم أعلن في أعلى قصر المصمك أن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وكان ذلك في اليوم الخامس من شهر شوال في عام 1319 إذن في خمسة أحسنتم عشرة 1319 هو تاريخ استرداد الرياض وبداية التأسيس هذا التاريخ هو تاريخ بداية وانطلاقة الدولة السعودية بمرحلتها وفترتها الثالثة عندما استطاع الملك عبد العزيز ومن معه من رجال أن يقتحم قصر أو قصر المصمك ويصعد على سطحه ويعلن أن الحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وكان ذلك في تاريخ خمسة عشرة 1319 في اليوم الخامس من شهر شوال لعام 1319 انتشر هذا الخبر في الرياض قدم الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الكويت وأعلن نزوله عن الإمارة لابنه نلاحظ أن الإمام عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تنازل بالإمارة والحكم لابنه الملك عبد العزيز فقام الناس وبايعوه على سنة الله ورسوله وهي تلك البيعة الشرعية التي بويع بها الملك عبد العزيز رحمه الله إذن تمكن الملك عبد العزيز رحمه الله في الخامس من شهر شوال لعام 1319 من الهجرة 15 يناير 1902 ميلادي من استرداد الرياض والانطلاق نحو تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد أجزائها وإرساء دعائم الدولة السعودية الحديثة ولم يكن تحقيق هذا الحدث التاريخي العظيم لم يكن بالأمر اليسير أو الأمر السهل أبناء وابنات الطلاب إذ قام الملك عبد العزيز بإمكانات ضعيفة وعدد رجال قليل ومحدود أن يواجه الكثير من العقبات والكثير من المشاكل ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وبحكمة وشجاعة وشخصية وما يمتاز به الإمام أو الملك عبد العزيز رحمه الله أن تذلل له هذه الصعاب ويستطيع وقدر على أن يسترد الرياض أبناء وابنات الطلاب برأيكم هل الاستراتيجية التي انتهجها الملك عبد العزيز عندما تحرك من الكويت إلى أن استرد الرياض هل كانت أبناء وابنات الطلاب لها الدور الكبير في ذلك أو لا فكروا في استراتيجية الملك عبد العزيز أبناء وابنات الطلاب في استرداد الرياض ولكم أبناء وابنات الطلاب دقيقة للتفكير في ذلك أحسنتم أبناء وابنات وابنات الطلاب التغيير في استراتيجيته رحمه الله من خلالها استطاع أن يصل إلى قصر المصمك ويسترد الرياض عندما بدأ بالمسير ليلا أحسنتم أحسنتم أبناء وابنات الطلاب ممتازين أبناء نلاحظ أن الملك عبد العزيز في تحركه من الكويت إلى أن وصل إلى الرياض في تحركه من الكويت إلى أن وصل إلى الرياض أبناء وابنات الطلاب هي عبارة عن مشقة وطريق ليس بالسهل نلاحظ أن الانطلاق من الكويت ووصوله إلى الرياض نلاحظ المحاولات ليست بالأمر اليسير نلاحظ أنه عندما توقف في منطقة الجافورة كما ذكرت لكم وانطلق كان مختبئا لمدة شهرين وانطلق أن نلاحظ اللون الأخضر وانطلاقه أبناء وابناء الطلاب إلى أن وصل إلى الرياض بعدد محدود من الرجال واستطاع أن يعلن فيها انطلاقة الدولة السعودية الثالثة أيضا نلاحظ ابنائي أيضا التحركات الملك عبدالعيز رحمه الله كما ذكرت لكم وهي باللون الأخضر إلى أن وصل إلى الرياض نلاحظ تحركه من الكويت إلى أن وصل إلى صحراء الجافورة ورمال جافورة وانتقل منها وجلسة بقية فيها لمدة كم أحسنتم شهرين وانتقل منها أبناء وابناء الطلاب بعد أن قام بتغيير استراتيجياته إلى أن وصل إلى الرياض واستردها في تاريخ خمسة عشرة ألف وثلاثمائة تسعة عش هذه أبناء وابناء الطلاب أسماء الرجال الذين رافقوا الملك عبدالعزيز ودخلوا الرياض معه رحمهم الله جميعا نلاحظ ابناء كيف دخل الملك عبدالعزيز قصر المصمك عندما أحسنتم باغة عجلان أمام البوابة ولم يتمكن منه وقام بملاحقته الأمير عبدالله بن جلوي وقضى عليه عندما وصلوا أبناء عزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في تاريخ خمسة شوال ألف وثلاثمائة وتسعة عشر وبذلك أنا وأنتم أبناء وابناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكرا ومقدرا تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر